المصرية كرام ولي تتواجب النسخة الرابعة من الصباق الدولي للزوارق الشراعية صنف التفاؤل كأس مولايا الحسن المنظم بأقادير تحت شعار الشراع ورهان الاقتصاد الأسرق المرتبة الثانية من هذه التظاهرات الدولية عادت لويليام أوسيبوف من تجاكستان متبوعا بالمغربي حاتم الشيري في المركز الثالث تنظيم هذه التظاهرات يأتي احتفلا بذكر ميلادي صاحب سمو الملكي ولي العهد الأمير مولايا الحسن وقد عرف هذا الحدث الرياضي مشاركة أزيد من مئة ممارس من الذكور والإناث يماثلون منتخبات وأندية فرنسا، إسبانيا، تونس، مصر، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، ليبيا، قطر، تجاكستان، هنغاريا وإيطاليا هدف هذه التظاهرات هو المستهمة في تنشيط الرياضي والسياحي لمدينة أجادير عاصمة جهة سوسماسا وكذا خلق المجال أمام ممارسي النادي وباقي المشاركين لتنفس والاحتكاك وكسب تجربة وضمان الإشعاع الرياضي لهذا الصنف الرياضي ترجمة نانسي قنقر